لتعليق على المضوع ينم ولينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي لسادة حسين السبعوي سادة حسين بداية مرحبا بك أهلا وسهلا حياكم الله كيف تقيمون الموقف الأممي من تقرير لجنة التحقيق بشأن قتل المتضاخرين الذي أصدر من قبل الحكومة في العراق يعني احنا تعلمنا على أن مواقف المتحدة مواقف خجولة ويعني لا تسمن ولا تغني من جوع وخاصة ممثلها في العراق أو ممثلتهم في العراق وكأنما يعني هي متواطئة مع الحكومة أو هي ساندة للحكومة على كل إجراءاتها منذ 2003 وإلى الآن انتهاك حقوق الإنسان المخفين قصريا التهجير النزوح الجثث المجولة لحد هذه اللحظة لم يصدر أي قرار يعني في شيء من الدسم ضد الحكومة وضد هذه الجرائم جميعها هي يعني بيانات خجولة ولا تؤثر في واقع الأمر شيء طيب أستاذ حسين مسألة تشكيل اللجنة وأيضا سير التحقيقات هل التزمت بمعايير الحيادية والنزاهة؟ يعني أولا المقصر لا يحق له تشكيل اللجنة المودان لا يحق له تشكيل اللجنة تشكلت اللجنة من هم متهمين في هذه القضية وهذا أمر لا يمكن قضائيا وقانويا لا يمكن هذا واحد ثاني أن اللجنة قصرت المقصرين ولم تتكلم عن القتلة نعم ما أدانتهم هم مقصرين طيب قائد عاملات بغداد وبعض قادة الشرطة وهذا التقصير لكن هل القضية هي في التقصير أم هناك قتلة اللجنة شكلت من أجل معرفة من القاتل وإلى أي جهة ينتمي هذا ما غاب عن اللجنة نعم مع غياب هوية من قامها بقتل المتظاهرين ما تداعيات ذلك يعني لماذا لم تسمي لجنة حقوق الإنسان الأسماء بمسمياتها لا تستطيع لجنة حقوق الإنسان ولا البرلمان ولا حكومة تسمية هؤلاء لأن هؤلاء هم فوق القانون ودولة داخل الدولة وهم يدركون ذلك لا يستطيعون تسميتهم إذن هذا يدفعنا للتساول عن مدى عدالة القضاء العراقي ومعاييرها الإنسانية والحقوقية بهذا الشأن لا يا سيدي اليوم في العراق يعني معطلة هذه المؤسسات القضائية وحقوق الإنسان وهذا الأمر كلها غير موجودة في العراق اليوم هناك ميليشيات وهناك دولة داخل الدولة ودولة عميقة هي تتحكم بالمشهد العراقي جميع هؤلاء نفوذهم إما من إيران أو من أمريكا لكن تحديدا إيران هي الدائمة لهؤلاء وهم من يقوم بهذه الأفعال ولا تستطيع الحكومة العراقية وبقية مؤسساتها إدانة هؤلاء أستاذ حسين اللجنة برأت الميليشيات من جريمة قتل المتظاهرين في الوقت الذي كان أحد أعضائها هو قياد في الميليشيات هل يمكن أن نطلق صفة التسييس على نتائج هذه اللجنة؟ بالتأكيد لأنه موضوع التسييس وارد لأنه الميليشيات هي متهمة وكيف يكون أحد أعضائها موجود داخل اللجنة وكيف لم يدان أي شخص من هؤلاء هذا الأمر مواضح وجلي للشعب العراقي اليوم الشعب العراقي بعد لا تنطلي عليه مثل هكذا لجان وهكذا تقارير من لجان معلومة جدا لدى الشعب العراقي خصوصا اليوم جميع مواقع التواصل وبعض المسؤولين المنصفين كلهم يتكلمون على هذا التقرير وعلى عدم لا قيمة لهذا التقرير لأنه فقط شخص المقصرين وترك القتلة موحد واشنطن في تقرير له قال إن التحقيقات الحكومية تغاضت عن الجرائم جرائم قنص المتظاهرين وقمعهم لماذا لم تسلط الضوء أو هذه المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه البيانات لماذا لم تسلط الضوء على أيضا ما تحدث به شهود عيان من داخل المتظاهرين عن أن إيرانيين موجودين أو موجودون داخل على أسطح البنايات العالية يقومون بقتل المتظاهرين يعني هو لا استبعد وجود إيرانيين لأنه اليوم النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية واضحة جدا وجلية على جميع مؤسسات الدولة من الحكومة إلى الوزارات إلى الهيئات إلى حتى الشعب العراقي يدرك ذلك فإما يكون إيرانيين أو هناك حلفاء لإيران أكثروا إخلاصا لإيران من الإيرانيين أنفسهم هذا أيضا وارد فوارد وجود الإيراني ووارد وجود حلفاء الإيرانيين كقتلة للشعب العراقي وهذا الأمر أيضا واضح كله بسبب هيمنة إيران على الدولة العراقية سيد حسين اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن الحكومة يعني لم تصدر تعليمات للقوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين إلى أي مدى ترى هذا التخريج قد أصاب كبد الحقيقة؟ وهذا يثبت أنه صح هذا التخريج معناه وجود دولة داخل الدولة وهذا ما يؤكد عليها العراقين بأن هناك دولة داخل الدولة قد أجزاء الحكومة لم تصدر أمرا رسميا مكتوبا وإلى أخريقة أن تعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى تخريج وإلى إصدار هناك أيضا هذا يثبت كلاما أنه موجود دولة داخل الدولة وموجودة دولة عميقة تدير شؤون العراق وما هذه الحكومة إلا هي واجهة للقضايا الرسمية والقضايا البروتوكولي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال أن الميليشيات تمارس عمليات القتل والخطف بلا رادع يعني كيف تقرأ هذا التصريح له وفيما سبق وكان له تصريحات سابقة أيضا من انتقاد طريقة التعاطي والتعامل مع المتظاهري يعني السيد العبادي هو خصم سياسي وإن كان كلامه قد جد صحيح ولكن عليها أيضا أن يجيب من الذي خطف الرجال من السقلاوية في عهدي وهو كان رئيس الوزراء وقاعد عام القوات المسلحة ومن خطف المخفين قسرين الـ 14 ألف ومن قتل ودفن قبل أيام 230 جثة في عهده كان هو رئيس الوزراء وهو قاعد عام قوات المسلحة من دمر المدن التي دمرت بحجة وجود بها تنظيمات إرهابية يعني أيضا جزء عليه جزء كبير من المسؤولية في عهدي فهو خصم سياسي ممكن أن يقتنص مثل هذه الفرص ويتكلم بها لكن هو كلامه ليس من عزل المصلحة السياسية وليس من عزل مصلحة الشعب العراقي طيب أستاذ حسين ما الواجب على القوى الوطنية وأيضا على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأيضا الشعب العراقي بعد بيان زيف هذه الحكومة ولجانها المشكلة أصلا من قبل الحكومة يعني حقيقة الحل هو تدويل القضية العراقية سابقا كنا نقول تدويل قضية السنة اليوم الشعب العراقي بكامل هو مظلوم فتدويل القضية العراقية أصبح من الضرورة جدا وإسقاط الحكومة وإسقاط العملية السياسية المبنية على الفساد ومبنية على الطائفية لابد من جهد وطني متكامل لإسقاطها اليوم العراقين بيأمس الحاجة إلى حكومة وطنية تدير الملف الشعن العراقي على مبدأ المواطنة وليس على مبدأ الطائفة والعنصرية ضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي للسادس سنة السبعوية شكرا جزيلا لك شكرا لكم حياكم شكرا لكم